مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر النهاردة الناس كلها بتدور على الإعلامية ريهام سعيد بعد ما نشرت بوست على انستجرام بتطمن الناس أنه وشها لسه زي ما هو ولحم وشها لسه موقعش زي ما بعض الإعلاميين وبعض المواقع الإخبارية كانوا عايزين يقنعوا الجمهور بذا أي نعم ريهام سعيد شكلها تغير شوية يمكن علشان الإجهاد أو أنها من غير ميكاب ولكن لسه هي ريهام سعيد نقدر نعرفها البوست ده أو القصة أو الخبر ده فكرني بناس كتير من الفن اتغير شكلهم وملامحهم بيقال أن بعضهم الجمهور مقدرش أنه يعرفهم الفيديو ده هنتعرف على بعض النجوم دي أول واحد معنا النهاردة نور الشريف نور الشريف أخفى مرضه في البداية وبعد كده لما شكله تغير شوية الناس بدأت تسأل واعترف أنه عنده مشكلة فرقله اليمين الدم ما بيوصل لهاش وكان محتاج أنه هو يعمل عملية في الوقت ده ولكن بعض ما الأطباء كشفوا عليه اكتشفوا أنه عنده مية في الرئة وكمان عنده مشكلة في الغشاء البلوري ولازم يعالج المشاكل دي علشان يقدروا يعمل أو يقدروا يعملوله العملية وبالفعل توقف عن التدخين على أمل أنه هو يعمل العملية بتاعت رجله لكن للأسف توفى نور الشريف قبل ما أعملها بعد كده عندنا الفنان عزة أبعوف عزة أبعوف مات تقريبا من حوالي عشر تيام أو من أسبوع وشكله اتغير ولكن في بداية تغير الشكل ده كان سنة حوالي 2015 لما بدأ يعاني من مرض في القلب اضطر أنه هو يعمل عملية ساعتها عمل إعلان والإعلان ده كان واضح جدا أن عزة أبعوف عنده مشكلة وبالفعل طلع في برنامج بعد كده وقال أنه هو عنده مشكلة في القلب وكان لازم يعمل عملية وبالفعل عمل عملية ولكن حياته أو صحته ادهورت في الأربع سنين اللي فاتت وما قدرش أنه هو يرجع يستعيد عفيته وتوفى من عشر تيام تقريبا الفنان خالد صالح كمان ظهر في آخر أعماله الفنية بشكل مختلف عن الجمهور متعود عليه وبالفعل انتشرت أخبار وقتها أن خالد هيدخل يعمل عملية في مركز مجدي عقوب في أسوان علشان يرتاح من مشكلة في القلب كانت معاه بقالها فترة طويلة واستعد للعملية على 3 أسابيع تقريبا في العلاية المركزة لأن كانت حالته صعبة جدا والعملية كانت معقدة لكن العملية ما لجهتش وتوفى خالد صالح تمان عندنا الفنان طلعت زين وطلعت زين للأسف في نهاية حياته كان ليه صوالات وجولات في المرض أول حاجة عمل عملية في البرستاتا وبعد كده أصيب بسرطان الرئة وقتها يقال أنه أخذ جلسات عليك بشكل خاطئ سافر للندن علشان يعمل الفحصات والتحاليل وبالفعل يعني خضع لعملية جراحية شالوا فاصين من الرئة ولكن بشكل أو بأخر اتحسنت حالته الصحية وقتها رجع على مصر وآخر ظهور ليه كان في حفل تخرج ابنه سيف الدين في الجامعة البريطانية قعد فترة وبعد كده أصيب بسرطان في المخ وعمل عملية كبيرة جدا وبدأ يستعيد صحته شوية ولكن بدأت صحته تاني في النازل لدرجة أنه هو اتنقل للمستشفى بعديها بشهرين ووقتها فاء وتحسن شوية عرف الناس اللي حواليه وكأنه بيلقي نظرة الوداع عليهم ولكن في الآخر توفاه الله طلعت زكريا بقى ليه قصة مع المرض والمرض بتاعه طلعت نادر جدا طلعت زكريا بيقول أنه هو لما سافر دولة من الدول الأوروبية علشان يطمن على حالته الصحية قعد هناك شهر كان ممنوع من الأكل وممنوع من الشرب والدكات رألوله لو أنت كالت أو شربت من غير ما نعرف هتعرض حياتك للخطر وحتموت طلعت زكريا بيقول أنه هو كان رقم أربعة في العالم في المرض ده وطبيبة مصرية كانت رقم خمسة في إصابتها بالمرض ده وتماثل للشفاء بعدها في فترة ولكن خسر كتير من وزنه وتغير شكله كتير الفنانة فيفي عبده برضو أصيبت بنزيف في المعدة اضطرت أن هي تدخل المستشفى لفترة طويلة وكانت بتقول أنه ما تعرفش سبب المرض اللي جالها ده ولكن بتقول يمكن علشان الحسد فيها قويل تانية بتقول أنه هي أصيبت بجلطة في القلب ولكن ما فيش حاجة أكدت الموضوع ده ولكن اللي أكدته الصور أنه هو شكلها اتغير يمكن يكون أحمد حلمي واحد من الناس اللي تعرض لحياة أو لفترة صعبة في حياته بإصابته بالسرطان ولكن أحمد حلمي بعكس كل الناس ما ظهرش التغيير ده في وشه بل بالعكس أحمد كان وشه سليم جدا ولكن اللي يبص على فيلم صنعة في مصر اللي كان بيصوره أحمد حلمي وهو تعبان هيلاحظ قد إيه أن أحمد حلمي كان عنده مشكلة في ظهره وكانت واضحة جدا الفنان محمد الدفراوي عانى من مرض الكبد في آخر حياته وقعد ياخد أدوية كتير وفترة طويلة إلا أن حالته صحية ما كانتش مستقرة قعد في مستشفى مع حضناصر فترة طويلة في نهاية حياة حسن شوية وطلع من المستشفى نصحه الأطباء بالراحة علشان يقدر يعدي المرحلة دي ولكن في الآخر وفاته المنية وحالته صحية ما تحسنتش وده كان ظهر جدا على وشه وعلى جسمه أمراض القلب والسكر والكلاء حصرت فؤاد خليل في نهاية حياته وده خلى المرض يظهر جدا على وشه وعلى جسمه والناس هنا عارفت أنه عنده بالفعل مشكلة لحد ما أصيب بجلطة في المخ وحاول أنه يتعالج منها كتير قعد فترة طويلة جدا يحاول يتعالج منها ولكن في النهاية توفى الفنان جورج سيدهم أصيب بجلطة في القلب بعدما المصرح بتاعه مصرح اللي هو صبير وده مصرح شهير جدا في قلب القاهرة في رمسيس تحديدا المصرح ده تحرق وهو كان المصرح ملكه سافر لدولة من الدول علشان يتعالج وبالفعل عمل عملية في القلب عملية كبيرة جدا ورجع مصر علشان يبدأ يجدد المصرح بتاعه ولكن اتفاجئ أنه رهنه لبنك من البنوك ساعتها أصيب بجلطة في المخ ومن ساعتها جورج قاعد على كرسي بعجل ولكن ربنا يدي له صحة عدة واحد وتمالين سنة ولسه موجود وربنا يخليه يدي له الصحة عندنا برضو الفنانة شريهان الفنانة شريهان كانت في فترة من الفترات كده حيكرموها في مهرجان اسكندرية السلمائي وطلبوا منها أن هي تيجي علشان يكرموها على فيلم من أفلامها ولكن في الوقت ده اكتشفت إصابتها بسرطان في الوجه والسرطان ده نادر جدا بالمناسبة وقعدت سنين كتير تتعالج منه ولو تلاحظوا لحد النهاردة شريهان لو تصورت هتلاقوا أن الصورة بتظهر من بعيد أو الجنب اللي فيه مشكلة دايما حتى الشعر عليه لو هتتصور لأنه واضح أن الجنب ده مرجعش بالشكل الصحيح أو مرجعش بالشكل المرضي بالنسبة لها على الأقل الفنان يونس شلبي واحد من النجوم اللي عمل عمليات كتير في نهاية حياته كان عنده مشكلة في شريان من شرايين الرجل واضح أن الدم ما كانش بيوصل ليها عمل عمليات كتير وكمان عمل عمليات في قلبه تقريبا غير 3 شرايين علشان يحل المشكلة دي وكانت أول رحلة ليه في العلاج كانت في السعودية عمل عملية قلبه مفتوح وكان بيتمثل للشفاء ولكن زاد الموضوع لما زاد السكر عليه ودخل في مشاكل صحية كبيرة انتهت بوافعته الفنان أحمد زاهر واحد من النجوم اللي انتشرت شائعات أنه هو أصيب بمرض نادر وخطير إلا أن ده دفعه أنه يتكلم عن مرضه بمنتهى الصراحة وقال إنه هو أصيب بفيروس في المعدة أو ما شابه ذلك يعني وده تسبب في حيرة الأطباء وما قدروش إنه هو يعلجوه إلا بعملية جراحية وده اللي تسبب في زيادة وزنه عبد الله محمود عبد الله محمود الفنان عانى مع السرطان فترة طويلة جدا في حياته حاول إنه هو ينتصر على السرطان وقعد فترة طويلة يتعالج ولكن في النهاية السرطان انتصر بعد مغير كتير من وشه ومن شكله لدرجة إن في بعض الناس ما قدروش إن هم يعرفوا في عندنا كمان الفنانة ميسرة الفنانة ميسرة عندها مشكلة شديدة في وجهها وتقريبا هي اتكلمت بمنتهى الصراحة عن الموضوع ده بعد ما خضعت لبعض عمليات التجميل قد تكون منهم عملية أو أكثر فاشلة وتغير شكل ميسرة لحد النهاردة وفي ناس كتير النهاردة لما بيشوفوا ميسرة في التلفزيون ما بيعرفوش إن دي هي دي كمان عندنا الفنانة مهى المصري ودي فنانة سورية معتزلة بقالها أكتر من 17 سنة ظهرت في برنامج من البرامج بتتكلم وبتقول إيه اللي حصل معاها اللي حصل معاها إن هي من 17 سنة وكان لسه أعتقد من وجهة نظري لسه الطب بتاع التجميل أكيد من 17 سنة أو من 20 سنة ما كانش زي النهاردة وقتها خادت حقنة فيلر وحقنة الفلر دي مسؤولة عن نفخ بعض المناطق خادتها في وشها الحقنة كانت مضروبة وشها اتنفخ مرجعش زي الأول أبداً وده دفعها للاعتزال وكانت طلعة في البرنامج بتاع مبارح أو بتاع النهاردة بتعيط علشان بتتعرض للتنمر لدرجة إن هي مركزة جداً إن الناس بيجيبوا شكلها قبل عملية التجميل وبعد عملية التجميل في نهاية الفيديو ده عدد كبير من الناس اللي إحنا جبنا سيريتهم النهاردة في الفيديو هم أموات فأنا بتمنى أنتوا تدعو لهم بالرحمة والمغفرة وكمان عايزكم تقولوا شكراً والحمد لله إن وشنا بنصح الصبح نلاقيه زي ما نمنا تصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة